انخفاض غير مسبوق منذ سنوات يشهده الدولار في أسواق بابل التي اعتادت على التضخم المالي والاحتيال على القانون الوضع المالي للسوق وما ترتب على هذا الانخفاض نتابعه مع مراسل الرابع في المحافظة زيد الشهيب منذ سنوات لم ينخفض الدولار مثل هذا الانخفاض مائة وخمسة واربعون الف دينار مقابل مائة دولار حسب ما سجلته أسواق بابل انخفاض قال عنه اقتصاديون أنه جاء بعد زيارة السوداني لوزارة الخزانة الأمريكية وتوقيع اتفاقيات قد تسهم برفع اقتصاد العراق وتقوية عملته أمام الدولار بعدما ظل مرتفعا منذ العام الفين وعشرين بعد زيارة السوداني لأمريكي أكيد هناك كان هناك انفراج بالوضع الاقتصادي والاتفاقات التي أجراها السوداني هناك والعمليات مذكرات التفاهم كلها ناكست عليها من على الجانب النفسي ولذلك أيضا عملية تقنين التي لمشت بها الدولة وشهدت أسانوات الفائتة تضخما ماليا كبيرا لعدد من الشركات والمصارف وحتى بعض رجال الأعمال لاستفادتهم المالية من فرق التحويل وانخفاض العملة واستغلال الحلول التي توضع من قبل الحكومة كالتحويل المالي لخارج البلد عن طريق جوازات السفر أو شراء البضائع المواطن فيئة معينة استفادة وفيئة ما استفادة أولا للتصريف قامت شركات استغلت هذه الفرصة فتأخذ هي تروح الصرف باسم المواطن وتأخذ الهرباحة وقد تطل المواطن وقد تقوم تنزل بأسعار مثلا السفر يعني هاي فسحت مجال إلى كثير من طرق الخداء والاحتيار تراجع الدولار إنجاز يسجل في سجل الحكومة الحالية إن حافظ على رتم التنازل عمام الدنار العراقي وعودته إلى السعر الرسمي الذي أقرته حكومة بغداد خصوصا بعد الاتفاقات الأخيرة المبرمة مع واشنطن زيني شهيبة رابعة بابل